بسم الله الرحمن الرحيم معكم المهندسة سامح عبدالفتاح وحنكمل شرح السويل كنا سبنا حتة في بيتج 108 في المعاصر كان فيه اكتيفتي 4 اللي هي على دريناج أوفوتر يعني التخلص من المية وحنشوف طبعا ايه مش الخطوات بتاعت الاكسبرمينت دي او الاكتيفتي ده مش مهمة يعني الحاجات دي ممكن بيتخصص منها حاجات تيجي في امتحان العملي لكن في الامتحان الفاينل مش بتيجي قوي اكي كان ايه طبعا احنا قلنا لان السيند سويل البارتكالز بتاعتها اللارج خلاص وقلنا ان هي والايريتد قلنا ان هي جيدة التهوير فطبعا وقلنا الكمباكتنس بتاعتها ويكنس ضعيفة لذلك قلنا سلت سويل درين ووتر فاستر دان سلت سويل اكي طيب السلت سويل درين ووتر فاستر دان كلي سويل اكي اه بالنسبة لو جينا نقارن بقى بين السلت سويل والكلي سويل هنلاقي ان الدرين ووتر او درينج اوف ووتر في السلت فاستر دان الكلي لان السلت البارتكالز بتاعتها اكبر من الكلي الكمباكتنس بتاعتها اكي اقل من الكلي اكي ام عندي هنا في بيج 109 اه كان كتاب للشارح الاكسبلانيشن اه وان ده سايل از ويل ريتد اكي او اتس بارتكال ار نون كومباكتد اتس اباليتي تو درين ووتر انكريز ده اللي احنا قلناه مدام الكمباكتنس بتاعتها ضعيفة يعني في مسافات بينها مش متماسكة كويس ومدام ان هي جيدة التهوية يعني الهوى بيدخل جواها كويس طبعا التخلص من المياه بيزيد لان طبعا الهير ده اللي بيدخل جواه بيساعد على تبخر المياه اكي يعني كل الحاجات لما نفهمها وعلاقاتها ببعض مش هنتلخبط ابدا في الحاجات دي لما التخلص من المياه بيزيد اكي يبقى الايه الاحتفاظ بالمياه بيقل ما هي اكي ساند سويل طبعا الساند سويل البارتكلز بتاعتها لارج طبعا الكمباكتنس بتاعتها اه ويك جدا يعني ما فيهاش تماسك لو مسكت اه تربة رملية بين ايديا كده الجزائيات ه يعني ايه هتقع كلها فاش ايه تماسك وهي يبقى ايه هي تخلص من المياه سريع جدا والاحتفاظ بالمياه اكي بيبقى ايه ضعيف جدا اكي الاريتد لا يعني ايه بور اريتد ضعيفة جدا في التهوية طبعا الواتر درينيج بتاعتها ايه طبعا بتفقد المياه ببط يعني هي ايه بتحتفظ بالمياه بدرجة اعلى يعني ايه 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 طيب لالسلت سويل احنا قلنا ان السلت تقريبا ميديم في كل حاجة فالسلت سويل هاز ميديم درينيج فوتر يبقى سو ميديم ريترنش فوتر هنا كتاب لي give reason the clay soil had the slowest drainage فوتر لما يجيلي كده يقول لي الكلي سويل slowest drainage فوتر بطيئة جدا في ايه تخلص من المياه طبعا هقول له كل الاسباب اللي عندي because it is a poorly errated soil as it is particles are highly compacted السبابين اللي عندي ان هي poorly errated وده جاي نتيجة highly compactness أو highly compacted اوكي تمسك بتاعها قوي جدا فلذلك الهوى بيدخل بصعوبة يعني highly compacted يبقى poorly errated يبقى drainage slowest اوكي اوكي page 110 بيتكلم على خصوبة التربة خصوبة التربة depends on the percentage of hummus احنا قلنا كده الهوماس هو اللي في النيوترين عشان هو بيبقى ايه الريمينز of the cade animals اوكي اوكي لانه في بقايا الكائنات الميتة المتحللة فهو في النيوترين المغزيات فالفرتاليتي بتيجي من الهوماس اوكي الفرتاليتي بتيجي من ايه من نسبة الهوماس يعني any fertility of any type of style depends on the percentage of hummus يعني لو عندي الهوماس 10% 10% يبقى عندي الفرتاليتي 10% لو عندي الهوماس 50% يبقى الفرتاليتي 50% لو عندي الهوماس 90% يبقى عندي الفرتاليتي 90% وفي هنا زي ما قلنا activity اوكي دي بقا هنشوف الابزورفاشن بتاعتها او نشوف الكونكلوشن على طول the cell soil is highly fertile ما احنا قلنا الكلام ده قبل كده cell فيها كل حاجة medium moderate ما هي medium يعني moderate ما عاد الفرتاليتي highly fertility the cell soil is highly fertile as it is rich in hummus قلنا أن cell soil rich in hummus it is the most for cultivation the most is the most suitable soil for cultivation أكتر طربة مناسبة للزراعة هي the cell soil it is the most suitable soil for cultivation أكي هي medium في كل حاجة يعني التهوية فيها medium drainage medium okay compactness medium وفيها hummus بدرجة كويسة بيبتديني أعلى fertility أكي طب هنا بيقول لي في give reason أو حنكمل okay the clay soil is fertile as it has medium amount of hummus okay clay soil is fertile برضو الكلي عندي خصبة وهي لأن فيها medium amount of hummus okay the sand soil less infertility زي ما قلنا sand soil من شكلها كده لونها إيه yellow حبيبات الرمل أو التربة الرملية لونها yellow أصفر طالما ما فاش أي لون dark يبقى الهمس أليل جدا مدام الهمس أليل يبقى fertility أليل okay يبقى sand soil is less infertility as it's poor in hummus okay give reason the salt soil is highly fertile because it is rich in hummus okay the salt soil has the highest fertility بصورة آية هنقول إيه because it's rich in hummus okay هنا الحاجات مديني هنا examples for each soil suitable يعني for which plants okay يعني بيقول إيه soil and plants each type of soil okay sweet certain kinds of plants such as okay يعني sand soil أنا هحفظ الأمثلة بالنسبة sand soil قال البوتاتوز والسويت بوتاتوز okay البوتاتوز والسويت بوتاتوز okay عندي بالنسبة للبلانس عندي peanut plant okay عندي peanut plant بالنسبة للأثر بلانس بقى الكاكتوس الكاكتوس اللي هو صبار okay ده في sand soil طبعا نباتات صحراوية معروفة دايما بنسمع البوتاتوز نباتات جبلية أو ممكن في أراضي صحراوية okay والبي نط كمان يعني okay يعني البوتاتوز والسويت بوتاتوز والبينت والكاكتوس دول في sand soil بالنسبة للسلت soil هي high fertility وهي مناسبة جدا للموالح okay يعني suitable for the cultivation for some plants such as strawberry lemon orange okay pomegranate okay رمان فعندي السلت يعني تقريبا suitable suitable for ail fruits الورانج والسترابري واللمون والpomegranate okay الكلي soil الكلي soil دي مناسبة لل ail cotton ال rice ال sugar can و wet okay دي لازم نفرق بينهم ونحفظهم على فكرة sugar can wet rice cotton دي في clay soil clay soil okay